قبول تغيير الطريقة إلا متوصلني إلى الهدف عندي هدف معين كنت بتصرف تصرف معين لقيت نفسي غلط ده مش هيوصلني الأهداف علمونا في الشركات ناخد حاجة اسمها corrective action يعني تصحيح المسار كنا عايزين نحقق حاجة معينة بنتصرف بطريقة معينة طرقت غلط ما نكملش بقى قصيحنا ما بنغلطش لقى غلطنا نصحح المسار عشان نحقق الهدف سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام بيدعو قومه إلى الله ناس مش عايزة تسمع وناس بتحط صابعها في ودنها وناس بتنام الصبح وناس بتصحى بالليل كلهم يسعهم سيدنا نوح وكان في قمة المرونة معهم قال سبحانه وتعالى قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا مش قاعدوا الناس تجيلوا في كل حتة رح لكم الصبح وبالليل فلم يزدهم دعائي إلا فرارة وإني كل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم غطوا نفسهم كمش عايزين يشوفوه بينجذبوا لي لما بيشوفوه واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا أقف قدام الناس أو أعدي على كل واحد لوحدنا في البيت يغير الطريقة للوصول للناس لأنه رسول من رسول ربنا سبحانه وتعالى اتنين بيتخانقوا متجوزين بقالوا ست شهور راجل البيت عمال يقول بالطريقة الموضوع ده هيتحل ومش هينفع إلا بالطريقة دي وما رضيتش مشاكلهم بتحل جابوا حكما من أهله وحكما من أهلها فحما بيقول له يا ابني أنت بتعمل كذا وكذا وعايز بنتي تسمع كلامك الموضوع مش صح وبدأ يتكلم معاه بالمنطق أما الزوج قالت صدق عندك حق أنا عمري ما فكرت بالطريقة دي أنا محقوقلك يا مراتي أما قايم حما بس راسه حما قام بس راسه وقال لا يا بنتي روحي نابك في حضن جوزك ده راجل محترم إيه اللي حصل؟ لأ نفس الطريقة غلط ومش عارف بالطريقة دي دور البيت فتراجع وقال حقكم علي قبول تغيير الطريقة للوصول لهذه ترجمة نانسي قنقر